السلام بنات كديرين بخير كل شي لاباس امركم هانيا كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو كاملين بخير وعلى خير انتم ما كتفرجوا فيا المهم لبنات اليوم فيديو جديد او كيراتين جديد وطبيعي مياب المياب مكونات اللي سهلة وبسيطة يعني غادي تشوفوها معايا بقوا معايا حتى الاخير باش تشوفوا النتيجة دير هاد الكيراتين على عينيكم اول حاجة البنات غادي نبدو بها هي البطاطا البنات اللي احد المكونات اللي خاطر ووعر 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 حيث لاحقاش فيها واحد نشا ما نقوش لكم البنات كيف تخلي الشعر الى الدرت في الشعر يعني كتعطينا واحد الناتجة البنات اللي رائعة كيف ما قلت لكم غادي ناخد واحد البطاطا سوف نقسمها على جوج سوف ناخد واحد الحكاكة سوف نحكها فيها سوف نحكها فيها سوف نحكها بالقشرة سوف نحكها من ثقاف الماء سوف نحكها في الخلف سوف نضح الماء سوف نحتاجها بالقشرة سوف نحكها بالقشرة وعندما تجد دقائق الماء سوف نحكها في حاجة البناء خلاص جميعه الماء طبيعي اضحيها الوزاة الغارات اضحيها 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 الوعرة اضحيها تباة لا نقوم بتقاسمها مع أخواتي ويستفد الجامعة لنقوم بتقاسم شعر بنتي ولكن لنقوم بتقاسم شعر بنتي سوف نضيف السوس السوس يكون في الثلاجة يكون بيت ليلة كاملة يكون بارد ويكون تفاعلينها مع الجلد شعرنا ويعطينا نتيجة البنات فيتامينات الزوينة ثم بنات مكونات بسيطة رطب إليه شعرك ورطب إليه شعر البنية ديالك زرب مكونات كيفما تشوفوا بسيطة 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 سأضيف البيضة سوف نضيف المشاكل الزوينة ونضيف فيتامينات والذي Launch والذي عن ذلك سوف ينضيف المكونات هدو أن تشوفوا هي نضيف الزوينة سوف نضيف المكونات وكما أجد لكم سوف تجريب ابحث البنات سوف يتشكرون عليه لاحقا شكي استحق تشريبها البنات كيفما كشفتوا معي كيفما قلت لكم بكوناته سيطور رخيس بزاف ولكن نتيجة اللي اعطيها البنات يا سلام طب طب البنات نأخذ الزيت الزيت الطياب البنات عادي سوف نأخذ واحد جوجي معالق كبار سوف يكونوا عامرين سوف نخلط سوف نضع سوف نضع المكونات جيدة لكي يجمز ونضع الزيت مع المكونات الآخرين سوف نضع سوف نضع كراتين واجب سوف نضع لكي نضع لكي نضع لكي نرى سوف نضع لكي نضع لكي نضع لكي نضع وكي نضع اي زيت اي زيت نضع لكي نضع زيت لكي نضع لكي نضع لكي نضع لكي نضع كراتين سوف نضع وكي نضع سوف نضع سوف نضع سوف نضع لكي نضع الزيت من المكونات وذلك كيف نقول لكم دائما البنات الكمية كتبقى على حساب الشعر كتبقى على حساب الطول على حساب الكتافة على حساب بنتي والطول للشعر كي يكون اما يكون قوي ولا هذا هو الكمية التي قدت بنتي كان شعرك قدها او شعر بنتك فالطول ديالها نضيف نفس الكمية كيف نضيف القدام على البنيات الصغار كيف نضيف القدام على البنيات الصغار وحاولوا تجبدوا قليلا فنفقوا في نفس الوقت كيف نفعل المساج وصفر المنزل سوف نتكاملوا البنات ستجعلوا في شعركم المدة 3-4 تسوي على البنات لا تخافوا كما رأيتم معي مكونات اللي كاملة طبيعية لا تخافوا وضروري ما تديروا إما بلاستيكا أو سلوفان أو اللي كان البنات تديروا سوف نتكاملوا بشعرها حتى 3-4 تسوي ونرجع معكم باش تشوفوا النتيجة في الاخير ودعب انتوما البنات كيفما كتشوفوا اي النتيجة على عينيكم كي غتينا البنات اللي كي استحق تجربة وكيفما شفتوا معايا بمكونات اللي بسيطة غير بالبطاطا غير بالنشد البطاطا انتوما البنات شعركم كي غادي ولي ولكن البنات من يتغسلوه ضروري ما تدهنوه دهنوه دائما دهنوه ويكون سارد يكون باقي يعني باقي فيها باقي سارد دهنوه مزيان وديروا بعض الشاربنات وغدا تشوفوا النتيجة غادي تعجبكم بإذن الله انتوما البنات هالنتيجة ديالو انتوما أنا متأكد البنات غادي تجربوه غادي يعجبكم أكيد انه وغادي يعجبكم البنات غير جربوه على حسابي وغادي ترجو عدي في الكومونتيرات وغادي تشكروني علي انتوما البنات انتوما كيفما قلت لكم كيراتين كي استحق تجربة كيراتين البنات اللي طبيعي ومكونات كيفما قلت لكم اللي بسيطة انتوما البنات كيفاش كيخرج وصفة البنات كنتمنى اعجبكم فيديو ديال اليوم والكيراتين ديالي ديال اليوم ولا اعجبكم البنات ما تبخلوش عليا بلايك عافاكم تبخلوش عليا واللي ما مشتركش في القناة تشترك فيها والضغط على الجرس باش يوصلها دائما الجديد ديالي يلا البنات نخليكم بسلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة